من كربلاء العطاء إلى محافظة المثنى أبدعت ملاكات قسم الصيانة والإنشاءات الهندسية في إنشاء ردة لعز المصابين بجائحة كورونا المستجد وتم افتتاحها من قبل الأمانة العامة لعتبة العباسية المقدسة وعدد كبير من مسؤولي محافظة المثنى والقائمين على خلية الأزمة فيها جهود العتبة العباسية المقدسة شكراً لكوادر الطيب المؤمنة لبناء هذه في غضون شهرين طبعاً هذه الخدمة لأول مرة تكون في الوسط وجنوب لأن كل مريض إلى سرير وغرفة ومجهزة ومؤثثة وصحياتها والكوادر الصحية موجودة وراح تكون في نموذج لمعالجة بيروس كورونا سعت العتبة العباسية المقدسة إلى مد يدها إلى حيث تكون هناك حاجة أنشأت مشاريع صحية وقدمت مساعدات في الدعم والإسهام من أجل خطورة الوضع الصحي الذي يعيشه البلاد واستشعاراً منها إلى ضرورة إنعاشي حفاظاً على النفس العراقية التي هي أهل للرعاية والاهتمام بعد أن رأت العتبة العباسية أن هناك فراغاً سعت إلى سده المشروع الذي ضم في طياته ما يقارب ماء وعشرون غرفة منفردة إلى جانب غرف غيرها خصصة للطواقم الصحية والتعفير ومنها للصيدلية وأخرى للخزن بما يجعل من شأنها تقديم خدامات تليق بالمواطن السماوي بادرت كوادر قسم الصيانة الهندسية بكافة أصنافها ومهندسيها وفنيها بالبدء بالعمل استغرق الوقت تقريباً شهرين باعتبار التوقفات التي حدثت استغلالنا للمكان تهيئة المساحة المطلوبة الوقت الفعلي الذي أنجزنا به هذا العمل التي هي 120 ردها مفصلة إضافة للإداريات والخدمات والغرف الخاصة بالمختبر والغرف الممرضين استغرق تقريباً 40 يوم فعلية خطوات مدروسة وجهود حثيثة ونتائج ملموسة للنهوض بمستوى الخدمات الطبية والصحية في المحافظة أسهمت فيها الطواقم الهندسية والفنية التابعة لعاتبة المطهرة وأثمرت عن إنجاز كبير وشال له بالبنان لما تميزت به البناء من مواصفات وفق المقاييس التي توصى بها وزارة الصحة العراقية ترجمة نانسي قنقر شكراً للمشاهدة